السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ما بعد فنتابع درسنا في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى We'll continue our weekly class in the explanation of the book أصول السنة The Foundations of Sunna by الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله قال المصنف رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها So the author رحمه الله he said what means and from the sunna that is an obligation and to believe in and from that which if the person was to leave off even a small part of it and he does not accept it and believe in it he will not be from its people meaning from the people of sunna فمن السنة اللازمة أي الواجبة التي يجب على المسلمين الإيمان بها from the sunna that is obligatory and that is an obligation upon every believer to believe in التي من ترك منها خصلة that whomsoever leaves off even a part of it فلم يقبلها ويؤمن بها يعني تركها أي ترك الإيمان بها فمن السنة اللازمة التي إذا ترك الإنسان الإيمان بها ولو بخصلة منها لم يكن من أهلها أي لم يكن من أهل السنة فالإيمان بالقدر من لم يؤمن بالقدر على الطريقة الصحيحة فهو يكون مخالفا لطريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقدر so from the sunna that if the person was to leave off even a part of it then he will not be from the people of sunna is to believe in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala in the qadr in the predefined decree of Allah subhanahu wa ta'ala الإيمان بالقدر خيره وشره to believe in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala the good and the bad والتصديق بالأحاديث فيه and to believe in the in the أحاديث in the narrations in regards to it والإيمان بها and to believe in them لا يقال لما one should not say why ولا كيف nor one should say how إنما هو التصديق والإيمان بها rather it is to believe to fully believe in it فالإيمان بالسنة هو الإيمان بالسنة هو ركن من أركان الإيمان بالإيمان بالضيئة العفو الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان to believe in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala is from the pillars of belief ففي حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل في الحديث المعروف وكان مما سأله عنه قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت so the believing in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala is a part of is a pillar of the pillars of إيمان of belief when جبريل عليه السلام came to the messenger صلى الله عليه وسلم and he asked him and he said to him what means inform me about believe and the messenger صلى الله عليه وسلم he said what means believe is to believe in Allah and his angels and his books and his messengers and the last day and to believe in the decree of Allah both the good and the bad and he said you have said the truth وَالْإِمَانُ بِالْقَدَرِ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ believing in the decree of Allah there are many evidences of it both in the Quran and the Sunnah قال الله سبحانه وتعالى وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرَ Allah سبحانه وتعالى said وَمِنْزَ فِي إِمَانُ بِالْقَدَرِ هُوَ جُزْءٌ مِّنَ الْإِمَانِ بِالْغَيْبِ believing in the decree of Allah is a part of believing in the unseen وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أَثْنَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَلِكَ الْكِتَابُ الْآرَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاهِ فالله سبحانه وتعالى وصف المتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بالغيب الله سبحانه وتعالى described the believers, those who are pious, that they believe in the unseen and believing in the decree of الله سبحانه وتعالى is a part of believing in the unseen والإيمان بالقدر في الحقيقة على أربعة مراتب أو أربعة درجات there are four levels of the decree of الله سبحانه وتعالى فالدرجة الأولى هي درجة العلم أي أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل الأشياء وأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة وأنه يعلم الأشياء كلها وأنه محيط بكل شيء وأن علمه أحاط بكل شيء جملة وتفصيلة so to believe the first level of the decree is the knowledge and it is to believe that Allah سبحانه وتعالى knows everything in specific and in general and that Allah سبحانه وتعالى has knowledge encompasses everything and that there is nothing that goes out of the knowledge of Allah سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآيات فكل شيء في خلق الله سبحانه وتعالى بعلم الله والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة so Allah سبحانه وتعالى knows everything Allah سبحانه وتعالى knows everything and his knowledge encompasses everything as there are many evidences of this in the Quran and the Sunnah فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء والدرجة الثانية هي الكتابة أو المرتبة الثانية هي الكتابة and the second part of decree is the writing وذلكم أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة so the second part is the writing and the messenger صلى الله عليه وسلم he said what means the first thing that Allah سبحانه وتعالى created is the pen and he said to him he said to write and the pen said what shall I write and he said write what will happen what will happen until the day of judgment وهذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ الذي فيه الذي مكتوب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة and this is the preserved tablet in which everything that happens until the day of judgment is written in it وهذا يعني الأدلة عليها عليه على الكتابة كثيرة أيضا there are many evidences of the writing both in the Quran and the sunnah قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء في الكتاب أي في اللوح المحفوظ verily we have not left off anything in the book meaning in the preserved tablet وقال سبحانه وتعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب فهذا فيه العلم وفيه الكتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك في كتاب أي في اللوح المحفوظ do you not know الله سبحانه وتعالى means do you not know that Allah knows what is in the heavens and the earth verily that is in a book meaning in the book in the preserved tablet with Allah سبحانه وتعالى so in this ayah Allah سبحانه وتعالى mentioned the knowledge and Allah سبحانه وتعالى likewise mentioned the writing in the preserved tablet verily that is in the book verily that is easy for Allah فهذا يعني هاتان الدرجتان الأوليتان في الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى والإيمان بالكتابة وعلم الله سبحانه وتعالى هو علم أزلي يعلم الله سبحانه وتعالى كل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الله سبحانه وتعالى knows and his knowledge encompasses everything what has happened in the past what will happen in the future and what will never happen had it happened how it would have been الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون يعني يعلم الماضي ما حصل من الأمور ويعلم ما سيكون فعلم الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما وذلك فيما مضى من الأمور وفيما سيأتي من الأمور وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني الأشياء التي لم تكن ولم تحصل ولن تحصل لو حصلت الله سبحانه وتعالى يعلم كيف تكون هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى knows what happened in the past what will happen in the future and even the things that never happened and will never happen الله سبحانه وتعالى knows had they happen how they would have been كما قال الله سبحانه وتعالى في أمر الكفار وأنهم يعني وأنهم يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا فيعملوا عملا صالحا as Allah سبحانه وتعالى told us about the disbelievers that they on the day of judgment they will wish that they can return to the life so they do righteous good deeds قال الله سبحانه وتعالى في حقهم ولو ردوا لعادوا لما نهو عن ولو ردوا لعادوا لما نهو عن هم لن يردوا يعني لن يردوا إلى الدنيا بعد موتهم وبعد قيام الساعة لن يردوا إلى الدنيا ولو تمنوا العودة إلى الدنيا فإنهم لن يردوا ولكن لو ردوا الله سبحانه وتعالى يعلموا بحالهم لو ردوا كيف كانوا كيف سيكونوا حالهم ولو ردوا لعادوا لما نهو عن الله سبحانه وتعالى told us about them about the disbelievers had they returned to the dunya, meaning after they die and after the day of judgment they wish that they would return to this life. Allah said about them, what means had they returned, they will come back to that which they were they will go back to doing that which they were forbidden from so Allah subhanahu wa ta'ala, although they will never be returned to the dunya, after the disbelievers die and on the day of judgment even if they wish to return to the dunya they will never return to the dunya but Allah subhanahu wa ta'ala in his knowledge, he knows if they were to return to the dunya what they would be upon and that they would be upon falsehood and they would be upon disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala ثم المرتبة الثالثة في الإيمان بالقدر هو الإيمان بمشيئة الله subhanahu wa ta'ala وأن كل ما يقع هو بمشيئة الله subhanahu wa ta'ala and then the third level or the third part of believing in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala is the will of Allah subhanahu wa ta'ala and that everything that happens happens in the will of Allah subhanahu wa ta'ala وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا and that nothing goes out of the will of Allah subhanahu wa ta'ala والمرتبة الرابعة this is the fourth part of believing in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala the creation that Allah subhanahu wa ta'ala creates things and makes things happen and they happen based upon his knowledge subhanahu wa ta'ala and that which he had written in the preserved tablet and that which he had willed subhanahu wa ta'ala things will happen based upon all of that all of this is falls under believing in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala وقد أخطأت وقد أخطأت في أمر القدر فرق كثيرة يعني ذكرها المصنف أولا لأنها ركن من أركان الإيمان وثانيا لوجود فرق ضالة ضلت في أمر الإيمان بالقدر so the author رحمه الله mentioned the topic of decree first of all because it is a pillar of belief and second because there are many groups that have gone astray in regards to believing in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala فمنهم مثلا وهذه الفرقة ظهرت في الحقيقة في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وهم فرقة القدرية النفا الذين ينفون قدر الله subhanahu wa ta'ala وهؤلاء يقولون لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف يعني ينفون أن شيئا يحدث بقدر الله subhanahu wa ta'ala so one group that came out towards the end of the times of the campanies may Allah be pleased with them ونلاحظ أن هذه في الحقيقة بدعة قديمة يعني ظهرت كما قلنا في أواخر زمن الصحابة وأصل خروج أكثر هذه البدعة هو تقديم العقل على النص so this is a very old innovation that came out towards the end of the times of the campanies may Allah be pleased with them and they came out this group the Qadariya those who negate the decree of Allah subhanahu wa ta'ala and disbelieve in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala this group came out at the end of the towards the end of the times of the campanies may Allah be pleased with them and they said that there is no decrees there is no decree and things happen as they happen وهؤلاء يعني هم فرق كثيرة في الحقيقة there are many different groups and they have different false statements ولكن يجتمعون على عدم الإيمان بقضاء الله وقدره in general they all agree that they do not believe in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala in the way in the proper way in the proper belief فمنهم مثلا من يقول أن الله subhanahu wa ta'ala لا يعلم بالأشياء حتى تحدث حتى حدوثها so some of them they say that Allah subhanahu wa ta'ala does not know about matters until they happen until they happen و يعني من هذه الفرق أو يعني من بعض فلسفاتهم وكلامهم الباطل وما تعلموه من علم الكلام أنهم والعياذ بالله يقولون مثلا هل الله subhanahu wa ta'ala قدر للكافر أن يكفر وهل هو بعلم الله ويدخلون بعقولهم وأهوائهم في رد نصوص الكتاب والسنة وقد رد عليهم أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم the people of knowledge they refuted their statements starting from the companions may Allah be pleased with them كما حصلا لابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن القدر وعن هذه الفرقة التي ظهرت ويقال لها القدرية الذين ينفون القدر فذكر أنهم لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقدر يعني نفع عنهم الإيمان حتى يؤمنوا بالقدر وذكر حديث جبريل الذي ذكرناه آنفا so Ibn Umar may Allah be pleased with them with them both he was asked about this group القدرية that disbelieves in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala and he said he said about them that they will not believe they will not become believers and they will not believe until they believe in the decree of Allah subhanahu wa ta'ala and he mentioned to them the hadith of Jibreel when Jibreel came to the messenger which we mentioned earlier وأيضا ومن الفرق المنحرفة في أمر القدر ما يقابل هذه الفرقة وهم الجبرية وهم الجبرية الغلاب هذه الفرقة يزعمون أن الإنسان مجبور وينفون المشيئة عن المخلوق ويقولون أن المشيئة كلها للخالق وأن المخلوق لا مشيئة له وأن الإنسان مسير لا مخير يعني مسير في أموره كلها on the opposite end of the spectrum if you will there is the other group which is الجبرية those who go on the other extreme in regards to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala they claim they claim that everything that happens that even what the people do it is not in the will of the people and that they have no will and everything that happens that the people and the creation is all controlled and they make no decisions and that everything that happens is purely in the will of Allah subhanahu wa ta'ala and that people have no will in regards to anything that happens to them وهؤلاء أيضا يعني عندهم هذا الغلو ورد عليهم أهل العلم so those this group has this they go extreme in this subject and the people of knowledge they refuted their statements فالله subhanahu wa ta'ala أثبت لنفسه مشيئة وأثبت للمخلوق مشيئة وأثبت وأثبت سبحانه وتعالى أن مشيئة المخلوق متعلقة بمشيئته جل وعلا فقال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني أثبت الله سبحانه وتعالى للمخلوق المشيئة وأثبت لنفسه المشيئة so Allah subhanahu wa ta'ala said what means and you do not will except that Allah wills so in this آية in reality it affirms both the will of the creation as well as the will of Allah subhanahu wa ta'ala and that the will of the creation is based upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala وما تشاءون and you do not will إلا أن يشاء الله except that Allah wills فهذه الآية يرد أو فيها رد على الجبرية الغلا in this verse there is a refutation for the جبرية in their statements وعلى كل حال كما قلنا أن سبب ظهور هذه الأهواء وهذه البدع هي في الحقيقة تقديم العقول على النص the reason why any of those statements came out is that people put their intellects ahead of the texts ahead of the Quran and the Sunnah يعني يعملوا عقولهم ويقولون مثلا كما قلنا يعني كيف يحصل هذا وهل هو بمشيئة الله وهل الله subhanahu wa ta'ala يرضى بهذا أن يحدث فهم يعني خلطوا مثلا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الإيمان وهذه في الحقيقة أنها من بدعهم ومن كلامهم يقولون يعني هل العبد إذا كفر هل هو يخرج عن إرادة الله جل وعلا وهذا من خلطهم فالله سبحانه وتعالى له إرادة إرادة شرعية الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الإيمان ويرضى لهم الإيمان ولا يرضى لهم الكفر ولا يحب ولا يحب ولا يحبه لهم ولا يحب الكافرين ويحب لهم الإيمان ويريد منهم الإيمان ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهم المشيئة وهو يعني جعل لهم الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالآيات فالله سبحانه وتعالى خير الإنسان بين الإيمان والكفر والله سبحانه وتعالى أخبرنا بثمرة الإيمان وبالنتيجة الكفر الله سبحانه وتعالى so from their misguidance the people of innovation is that they say does Allah سبحانه وتعالى does Allah سبحانه وتعالى want people to to disbelieve or does he want them to believe but yet they disbelieve and this in reality this is an innovation and it is an old innovation it is an old innovation uh it goes back to the disbelievers فهذا في الحقيقة يرجع إلى كلام المشركين يعني أنهم يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فهم يزعمون أنهم يشركون بمشيئة الله سبحانه وتعالى so the disbelievers they say they used to say even in the uh the polytheists in the pre-islamic era of ignorance or at the time of the messenger صلى الله عليه وسلم that they used to say had Allah willed we would not have disbelieved and this is a false statement because Allah سبحانه وتعالى Allah سبحانه وتعالى has the legislative command and the universal command the legislative command is that Allah سبحانه وتعالى commands his people to believe and he likes for them to believe and he wants them to be believers and to be upon righteousness but yet Allah سبحانه وتعالى gave them the choice Allah سبحانه وتعالى gave the people the choice to believe or just to disbelieve and Allah سبحانه وتعالى told us about the end result of belief and the end result of disbelief so this is the legislative commands of Allah سبحانه وتعالى ثم هناك الإرادة الكونية هناك الإرادة الكونية وهي غير الإرادة الشرعية الإرادة الشرعية هي أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الإيمان ويرضاه لهم والإرادة الكونية هي مشيئة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنه لا يخرج شيء عن مشيئته عن إرادته الكونية يعني لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى نعم قد يكفر الكافر ولكن كفر الكافر لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا وإنما هو في الحقيقة نتيجة يعني هو كفر الكافر نتيجة كفره ونتيجة جحوده للحق قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني لما زاغوا عن الحق وانحرفوا عن الحق وابتعدوا عن الحق جعلهم الله سبحانه وتعالى يزدادون بكفرهم وطغيانهم So Allah سبحانه وتعالى has the universal will or the universal commands and that is the same as the will of Allah سبحانه وتعالى meaning that nothing goes out of the will of Allah سبحانه وتعالى in the universe But Allah سبحانه وتعالى, as Allah سبحانه وتعالى told us that the disbelievers, they choose to disbelieve Allah سبحانه وتعالى gave them the choice and they choose to disbelieve ذكر بعض أهل العلم ضربوا لهذه المسألة مثالا Some of the people of knowledge they mentioned an example for this قالوا مثلاً أب يقول له ابنه مثلاً أنا سأعمل هذا الامتحان سأقدم لهذا الامتحان والأب يعلم ويجزم ويقول يقيناً أنه مثلاً سيفشل في هذا الامتحان ولكن يقول له افعل ما تشاء قالوا يعني هو يعلم أنه سيفشل ولكن سمح له وأذن له بأن يفعل ما يشاء ليرى نتيجة عمله ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى يعلم إيمان المؤمن وكفر الكافر ويخلق الجنة والنار وخلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلها وهذا كله بعلم الله سبحانه وتعالى ولكنه سر الله سبحانه وتعالى الذي لم يطلعنا عليه وإنما نحن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل اعملوا فكل كما قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له الله سبحانه وتعالى or some of the people of knowledge they mentioned an example they said imagine a father his son wants to do something for example take a certain test a driving test for example and he knows that his son doesn't know how to drive and that he will fail this test but he says do whatever you want it's your choice go ahead and do it but he knows he will fail and surely he goes and tests and he fails does it mean that the father didn't know that his son will fail he knew did he have the choice he had the choice but he gave his son the choice to do the test or not do the test وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى and Allah is the best of example Allah سبحانه وتعالى in his knowledge he knows the believers and the disbelievers he created the heavens the paradise and he created the hellfire and he created certain people to be the dwellers of the paradise and certain people to be the dwellers of the hellfire and this is all in the knowledge of Allah سبحانه وتعالى but yet it is a secret for us we do not know it Allah سبحانه وتعالى created or Allah سبحانه وتعالى commanded us to do righteous good deeds and to act and to believe and when the messenger Sallallahu Alaihi Wasallam was asked about this matter the messenger Sallallahu Alaihi Wasallam upon that which will be made easy for him whether he is from the dwellers of the paradise the actions of the dwellers of paradise will be made easy for him or if he is from the dwellers of the hellfire then the actions of the dwellers of the hellfire وعلى كل حال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكو the messenger صلى الله عليه وسلم he said what means if the decree of Allah was mentioned then hold off and stay off فلا ينبغي للإنسان أن يدخل في القدر وفي مساء القدر بعقله وبهواه ولهذا قال المصنف رحمه الله لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها for this reason the author رحمه الله he said one should not say why nor how and rather one must believe in them believe in the حادث in regards to the decree of Allah ونكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين